السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لما بنبص في القرآن الكريم وبنشوف الغاية من إرسال الرسل والأنبياء طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما يرسلش نبي أو رسول لمجتمع معين إلا إذا كان انتشر في المجتمع ده الفساد فالفساد انتشر بطريقة غريبة جدا وأصبحت النفوس معتلة وخبيثة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أقسم بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الخبيثة نفس اللوامة لصاحبها بيخلط عمل صالح مع آخر سيء وعسى الله أن يتوب عليه والنفس المطمئنة يا إياتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي إيه وادخلي جنتي أما النفس الخبيثة التي تأمر صاحبها بالسوء وهذا الإنسان بيصل لمرحلة أنه هو لا ينكر مكرن ولا يعرف معروف فالأنبياء أو الرسل ما ربنا ما يبعتهم شيء إلا في كان إذا كان المجتمع فعلا فيه فساد رهيب وجماعة أصبحوا يعني يفسدون في الأرض ولا يصلحون لأننا ممكن نصلح يعني نعمل حاجة مش كويسة أو أعمل حاجة كويسة وراها تصلح أو تغطي الحاجة دي فعسى الله أن يتوب علي أما الإنسان الفاسد أو المفسد اللي دايما يفسد الشيء الصالح لأنه هو في النهاية منتفع هو في النهاية إيه منتفع بمسألة إيه الفساد بتاعه والناس اللي بتفسد أكيد منتفع عن فسادهم ya طيب دي واحدة التاحية النحية التانية مثلا لنأخذ مثال من الأنبياء اللي ربنا أرسالهم وأنا اللي مندول بشرح في صورة النمل اللي في عشان كده بتعرض للأشياء دي سيدنا صالح وسيدنا صالح أرسل الأقوامي ثمود وهو نبي من الأنبياء العرب تمام من الأنبياء العرب مع أن الصورة في صورة الشعراء أنا شرحتها بكده كلها موجودة على اليوتيوب عندي طبعا من الإنجليزي يعني فالصورة غطت جزء معين وقبتوا ربنا ما بيكررش في القرآن الصور كده وخلاص أو الأنبياء كده وخلاص أولا القرآن خصوص المكي لما كان ربنا يذكر نبي من الأنبياء كان ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت فقود النبي عليه الصلاة والسلام فالقضية هنا أن ربنا سبحانه وتعالى زكر الصورة بطريقة معينة مثلا قال في القيات هنا أيها 45 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لأن أعبود الله هي دية الكور أو قلب الرسالة أو لب رسالة الأنبياء أن أعبود الله ومعنى أن أعبود الله فإذا هم فريقان يختصمون فهنا أن أعبود الله يعني أيه معنى العبادة؟ العبادة هي طاعة الله بفعل الأوامر ما أمر وترك ما نهى وزجر يبقى عبادتك أما تقول أنا عابد لله سبحانه وتعالى أن أنت تطيع الله لا تعصيه ده معنى افعل ولا تفعل أنا أعبود الله تمام؟ ده القصد طيب في أشياء حلال تعملها وفي أشياء حرام ابتعد عنها ولكن في أشياء ما وردش فيها أمر أو نص معين فهذه من المبيحات إن شئتها فعلتها وإن شئتها تركتها لأنه فيش فيها ناهي معين ولكن التكليف للإنسان منوت بأشياء يجب أن تفعلها قال لك صلي تصلي زكي تزكي يا سيدي تحجب يا اللي مش محجبة يعني فيه أوامر ده تكليف أنت منوت بيه إذا ما عملتوش تتعاقب تمام؟ قبله التكليف هالربنا هينتفع بيه؟ لا والله ده قانون القرآن والإسلام والدين ده نزل عشان ما نفعتك أنت فالتكليف فيه صلاح المجتمع اللي أنت فيه لأنه ربنا يؤمر يؤمرك حيؤمر غيرك فيصبح لإيه الأمر يعني معمم وإذا ربنا أمرك أنك تترك أشياء معينة فأمرك أنك تتركها وبيترك غيرها بيؤمر غيرك تتركها ليه؟ لأن أنت لما تركتش الأشياء دي حيكون فيها فساد للمجتمع بتاعك تمام؟ فكل نبي من الأنبياء لما جاء القومه قال لهم أن يعبدوا الله الناس يتقسمت نصين كما ورد في عديل الآية 45 في صورة النمل فإذا هم فريقان يختصمون أصبح الناس فريقان فريق يؤمن وفريق كافر وربنا ذكر بقى في القرآن أمثلة كتير قوي من الأمثلة دي الناس ستختصم والناس حيكونوا فريقين سواء في الدنيا أو في الآخر برضو حيكونوا فريقين فالاختصام بيكون فريق ضد فريق فريق ضد فريق مش فريق الأهل بلعب مع زمالك على نهاية الدوري أو ليفربول مع يونايتد منشيستور ماسا يعني ماسا يعني طيب ده المنافسة في الدنيا طيب إحنا عندنا بقى فريق كفر وفريق إيمان في الآخر برضو فريق هيروح الجنة وفريق هيروح النار تمام؟ فهم بيعرضوا بعض فريق عبد الله وفريق عصر الله مثلا ربنا قال عن الكفر في النار ايه في سورة الحج فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم يسهروا به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ده مثال الكفر في جهنم جهنم العزوز بالله طيب الآن اللي وراها في الحج برضو اللي تكلمت عن الفريق اللي هو ايه تعرب بنا سبحانه وتعالي إن الله يدخل الذين آمنوا الله اجعل نواياكم منهم أولا من يا أولا يا أولاد أولا من يا أولا أولا من يا أولا أمين يا رب إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ها في قراءة ولولؤلؤها ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول جنة كلامها كل حلو مفيش حاجة وحشة وهدوا إلى صراط الحميد تمام فهنا فريق راح النار اللي عصى وكفر ومعبادش ربنا وعمل حاجات حرام ولا بيصلي ولا بيزكى ولا بيسم وبيكذب وبيخون وبيغضر وبيضحك عن الناس وبيكذب وبياكل من حرام كل الناس دي ستعاقب إن لم تتبع إلا الله عز وجل ويرد الحقوق إلى أصحابه سيكون في عقاب سيكون هناك في محكمة ربانية إلهية لا يحكم فيها إلا الله الواحد لأحد الفرد الصمد لذلك قال إن الحكم إلا لله وقال له الحكم إليه ترجعون فإحنا كلنا حنقف في محكمة رب العالمين لفاها محاميين ولفاها استئناف أبيل ولفاها هو السبريم كورت هو إله واحد سبحانه وتعالى هنقف في محكمته هيحكمنا مالك يوم الدين ديف راكم بانس حبيب المهم دول الناس هيتعقبوا فريق الكفر والأسيان والشيطان أما فريق الإيمان المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم جنات تحتها أنهار بتجري الله أكبر يحلون فيها من أساورة من ذهب أيوة ولؤلؤة ولبسهم في حرير با حاجة جميلة كده الله أكبر وهدوا إلى الطيب من الخوف فيش كلام سيء ولا إث ورد ولا إس ورد ولا كلام الفاضل اللي بتقالته ولا شتام ولا إلي تأدب وهدوا إلى صراحة الحميل طيب الآيات بتكلم فإذا هم فريقاني وإذا في اللغة العربية بسمها إذا الفجائية مجرد ما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى على طول مباشرة فإذا هم فريقاني يقتصمون فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه سيكون لك فريق في الجنة الله جعل لكم منهم وفريق في السعير إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا قرأت ورش والأمر 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 يومئذ لله جماعة اختر طريقك بقى وانت حر اللي عايز روح هنا هيروح واللي عايز روح هنا هيروح وربنا أعطانا الخيار في الدنيا ولكن عندما نموت ليس هناك خيار إلا أن تذهب إلى الجنة فكروا فيها السلام عليكم